التهابات الجلدية والطفح الجلدي تورم والالتهابات من الحاجات المنزعجة جدا جدا اللي بتسيب كبار وصغيرين مش مخلي حد بصراحة خصوصا في فصل الصيف وخصوصا للبشرة الجافة والشديدة للجفاف دي اكتر نوع بشرة معرض دائما للالتهابات والتورم النهاردة جاب لكم كريم من حاجات الكويسة جدا لعلاج الترباط الجلد والالتهابات الجلدية متعالج التفح الجلدي الناس اللي بتعني من الحكة فتتخلصوا منها تماما لو انت رح رحلة او سفرية والحصل قدر الله لتغيات الحشرات فتخلصي من تغيات الحشرات المتورم التهابات الجلد كل الحاجات دي هتتخلصي منها تماما حتى التفاعلات الحساسية والتهابات المفاصل الكريم ده في كل حاجة احنا عايزينها بيقلل التهابات بشكل كبير وبيقلل الاحساس بالحكة والاحمرار بفضل مكوناته كمان بعض الطباء الجلدية احيانا بنصحوا فيه في العلاج والسيطرة والوقاية وتحسين الامراض والظروف والاعراض التالية زي اضطرابات الجلد الالتهابية وطفح الجلد والحكة الناس اللي عندهم لدغيات حشرات او ان هو بيقلل من الام وتورم والتهاب الجلد الناس اللي عندهم حساسية والتهاب في المفاصل او عدوة او التهابات جلدية او التهابات عدوة بكترية لتنتقل من الحيوانات للبشر اه وغيرها وغيرها فعشان كده الكريم ده مميز جدا باستعمالته الكتير جدا جدا اهم حاجة ان انت قبل استخدامه وتغسل اديكي كويس جدا جدا والطهاري المكان ان انت حتستخدمي فيه الكريم بيتحطي فقط على المنطقة المصابة بلاش توزعيه على مساحات واسعة من الجلد حطي كميات صغيرة من الكريم تكفي جدا بلاش الكميات الكبيرة لانك بعد ان التزامك بالجرعات ده بيزود من رد فعلك رد فعلك جسم اتجاه الكريم ممكن يصابه بقى صور جانبية احنا بغنى عنها فحاول تتبعي الارشادات الموجودة داخل الكريم النشرة الداخلية ريها كويس جدا قبل استعمال الكريم وطبعا ده كريم طبي فمفضل ان انت تستعمليه تحت اشراف الطبيب علشان تعرفي مودة العلاج وتعرفي الجرعة اللي تناسبك وطبعا كل حالة مرضية بتختلفت من حالة الاخرى عشان كده دايما بنصحكم ان انتو تتابعوا ارشادات الطبيب بكل دقة وبكل عناية يا حبيبي كده وصلت لكل نهاية حلقة اليوم ما تنسوش حبيبي لايقاتك كتير والشير كتير للفيديو واسئلتكم كلها هرد ان شاء الله عليها قدر مستطوع في امان الله ودمتم يا ربي يا حبيبي كده بصحة وسعادة وهنا اشوفكم على خير وسحة وسعادة